تعالوا تشوف بقى مرسل كولر كواليس دي مهمة جدا قال إيه اللي عيبت النادي الأهل النهاردة في المرات يلا بينا خلال مرات الأهل مساء السلساء عقد السويسري مرسل كولر لمدير فني للفريق جلسة مع اللاعبين تحدث خلالها بشكل إيجابي للغاية عن أداء الفريق في مبارات الوداد المغربي بزهاب نهاية دور أبطال أفريقا كما حرص على خلق دوافع جديدة للعبين قبل مبارات العودة مرسل كولر خلال الجلسة قال للعب النادي الأهلي لا يوجد لا يوجد أي سبب لحالة التوتر التي ظهرت عليكم بعد المباراة نحن الفريق الذي حقق الفوز وخرج بما يريد من اللقاء وسنذهب إلى المغرب من أجل تحقيق الفوز والعودة بالكأس من هناك كلام عظيم أحب الناس يتكلم بإيجابية وقال لهم أعلم أن اللقب كان يمكن حسمه من لقاء استاذ القاهرة لكن ما المانع في العودة بالكأس من ملعب محمد الخامس لعبي الوداد هيكون عليهم الضغط الأكبر خلال مباراة العودة ولدينا القدرة على تسجيل هدف واثنين في المباراة لو لعبنا بتركيز كبير يا سلام أحلى كلام وأكمل المدرب السويسري للعبين نعم هناك أخطاء من جانبنا في مباراة الزهاب وأيضا من الحكم لكن هذه المباراة صفحة وطويت وتركيزنا يجب أن ينصب على المباراة القادمة فقط وماذا سنقدم في الملعب دون الانشغال بأي أمور خارجية لأننا على مستوى الملعب أفضل بكثير من الوداد ومن الضروري التركيز في طوائق المباراة الأولى لأن الوداد سيعتمد على الضغط القوي كمان خلال الجلسة حرص كلها على الإشادة بمصطفى شبير وقال احنا كسبنا حارس كبير أمام الوداد هناك حارس اسمه مصطفى شبير ولده في نهاية أفريقيا المدرب أتم حديثه مع اللاعبين وقال أرجوكم لا أريد أن يستجيب أي لاعب خلال المباراة لأي استفزازات في الملعب أو المدرجات ولا أريد أي احتكاج بالحكم وعلينا التركيز فقط وسنعود بالكاس مزيكة والله كلام مزيكة طبعا على همش الجلسة عقد كولر جلسة خاصة مع محمد عبد المنقى مدافع الفريق طالبه بعدم تكرار أخطاء مباراة الزهاب والتركيز في تمرير الكرة من الخلف إلى الأمام بشكل صحيح كما حرص أيضا على عقد جلسة مع معلول لإزالة ضغوطات من علي أنا كل يوم يزيد إعجابي بمارس الكولر بتصريحاته بأفكاره بشغله باجتهاده بكل شيء بالمناسبة مباراة الأمس كان لديه بعض الأخطاء الصغيرة مع نهاية المباراة لو تلافاها أو تلاشاها كان ممكن الأهل يخرج 2-0 بس كل المدربين العالم كده عمرك ما تاخد نسبة 100% نجاح 99% لو قلت في 1% ممكن يخش فيك هدف وارد بس هو في مجمل أعماله مدرب رائع جدا